كلامنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة عن اليوم العالمي للدراجات الهوائية بالمناسبة دي احنا هنا في مصر فيه اهتمام كبير جدا برياضة الدراجات وبشكل احترافي تم تنظيم اكتر من بطولة ومسابقة عربية ودولية وعندنا ايضا ابطال حاصرين على ميداليات ذهبية في اكتر من بطولة النهاردة بيحتفل العالم باليوم العالمي للدراجة الهوائية واللي بيصادف 3 يونيو من كل عام وبيستادف الاحتفال بهذا اليوم التوعية حول الفوائد الاجتماعية المتعددة لاستخدام الدراجة لاغراض النقل والطرفيه كونها وسيلة نقل مستدامة وميسورة ومناسبة للبيئة ولها تأثير ايجابي على المناخ واعتمدت الامم المتحدة هذا اليوم لتصلط الضوء على امكانية تغيير الطريقة اللي بنتحرك بيها وبننتقل من خلالها مما يساعد على خلق مستقبل صحي امن وبتبني مصر منهج في التوعية باهمية قيادة واحتراف الدراجات الهوائية وبيتم تنظيم كتير من البطولات والمسابقات الدولية والعالمية وكان اخرها بطولة العالم لدراجات المدمار للناشئين 2021 اللي استضافتها مصر ونالت اشارات واسعة من اغلب دول العالم وحصل لعب ولاعبات منتخب مصر الكبار والناشئين على الميداليات الزهبية للنوم الاول البطولة العربية الاولى لكأس المدمار للدراجات واللي تم تنظيمها بمدمار القاهرة الدولية كابتن يوسف زاكي لعب منتخب مصر للدراجات الهوائية والحاصل أيضا على الميداليات الزهبية في بطولة العرب لدراجات المدمار معنا على الهاتف صباح الخير يا كابتن يوسف وإهلا بحركة صباح الخير مصر صباح الفل حضرتك أهلا بحضرتك في اليوم العالمي للدراجات الهوائية يا هي الرسالة اللي انت عايز تقولها لكل المصريين والكل عاشق لقيادة الدراجات والكل محبين هذه الرياضة في العالم طبعا دي رياضة جميلة جدا انه طبعا استحق اللي تعملناها يوم عالمي ودي وسيلة وسيلة صويصة وصديقة للبيئة طبعا وحتى شوفنا في فترة كوفيد مائمتين ان زادت من شعبات ركوب الدراجات فطبعا يعني بيباين ان السمارت البنية التحتية اللي تدعم لكل الدراجات دي هيسهم في المستقبل جيد وآمن للدراجات المصريين يمكن بعد الكورونا لقينا اكتر ناس مهتمية بموضوع الدراجات بتدرينا الناس تنزل الشارع وتمارس الرياضة دي لكن لسه في ناس مش واضح ليها يمكن فوائد قيادة الدراجات فحبين يعني حضرتك تقولها لنا اكتر طبعا لها فوائد كتير منها بصحة القلب طبعا وصحة القويات الدموية ومنها بتنظم ضغط الدم للجسد وطبعا بتساعد الناس اللي كان في السهرة بتنزل الوزن اللي بتنكذ الوزن ومنها ببضو صحة الرئة يعني الانسان اللي بيمارس من 3-4 ساعات في اسبوع يكون كويصة لصحة الرئة عنده والصحة النفسية مثل عاد الصحة نفسية ودي كويصة للقيقة البدنية طبعا بليها فوائد كتيبة طب كابتن يوسف عايزة اقول لك حاجة مهمة ان الدولة ربما عملت لوجيستكس كبيرة قصة الدراجات الهوائية ولسه بتعمل يعني عملت ممشى على مصر وبتعمل ممشى دلوقتي المواطة مخصصات يعني العاصمة الإدارية فيها أماكن الدائري في أماكن في حدث كتير فيها أماكن وكمان قصطت عجل ولكن حتى الآن الثقافة ما انتشرتش بالشكل اللي يرضينا أنا بشكل شخصي مش حكالي مع الناس التانية اللعب فين يعني نقدر نقنع الناس ازاي او نقدر نخلي فعلا المصريين بالفعل يستخدموا الدرجات ان هو بالفعل يروح شغله ويرجع منها وعشان ده هدف قومي برضو وعزين نقول كده الموضوع يعني دي ثقافة شعر برضو لازم تغيب مش ربغير في يومه على طول يعني فالموضوع مش عارف نقضي ادبار طيب عن الناس ولا مش عارف ولا بش هو فعلا الثقافة الشعب لازم تتغير من ركوب الزردات احسن كلمني يا كابتن عن البطولات اللي اشتركت فيها البطولات الدولية اخر البطولة كانت كاس العرب كاس العرب للمجموعات والحمد لله كان منتخب مصر في المرتبة الاولى على البطولة هاي المرتبة الاولى كم دولة شاركت كنا اكتر من ست دول او شبعة دول عربية بس كانت قابليها بطولة افريكيا في شرم الشيخ للطريق بل لسنة الفين وعشرين تقدر تقولي الدول العربية لشاركت كانت ايه كانت منها الجزائر والامارات وكان منها السودان وكان منها المغرب وكان منها مش اعلم كان كذلك دولة وبالله على ما اتذكر يعني السودان والمغرب والجزائر والامارات طب هل يعني مصر اخدت منحنى التصعود في احتراف اللعبة دي يعني احنا كنا فين من كم سنة ودلوقتي احنا فين طبعا احنا اتطورنا جامد كمال على مستوى ضربة المزمار يعني حتى استضطنا بطولة العالم السهل اللي فاهم دي اول مرة تحبس في مصر فطبعا احنا وصلنا لمرحلة تانية خالص وبقنا نتأهل لأولمبياد وبقنا بنطمح ان احنا نتأهل لأولمبياد باريس كلمة السر في ده ايه انت جوه القصة يعني كلمة السر اللي احنا بنحلم وعايدين نوصل والله طبعا احنا بننفس امكانيات عالية طبعا احنا بنحاول وان شاء الله هنوصل بتتمرن كم ساعة في اليوم يا كابتن لا صحوحا يعني او ممكن تمرننا فترة صباحية مثلا ممكن نوصل لست اذا ما مساعت بتركز على عضلات ايه تحديدا اوه فيه تخصصات يعني انا تخصص التحمل فالتحمل ده مثلا بيبقى تمرننا فوق المية وعشرين كيلو ومية وخمسون كيلو ده كل قد ايه اوه احنا مثلا كل يوم تمرين مية وعشرين كيلو بالعجلة بس مش كل يوم مسافة طويلة يعني في ايام محددة اي والتمرين ده يعني بيشمع ايه من الجسم لو عايز تركز عليها كعضلات يعني الابر ولا اللور بتشتغل على ايه بالزبط هو عمتا بالدراجات بيقى بدانية للجسم كله ايه بس يوم طبعا بيممي الكوة بتحمش الجسل وانت بتقدر تستحمل من خمس لسيب تاعات على الدراجة ايه بس تقدر تنزل السباق تقدر تحمل المجهود العالم بجيش السباق صحيح صحيح شكرا لكابتن يوسف زكي لعب منتخب مصر الدراجات الهوائية الحاصل على المدالية الذهبية بمطولة العرب لدراجات المضمار شكرا لحضرتك